السلام عليكم ازايوك يا شباب عاملين ايه؟ معاكم زملكم ياسمين من سنة ربعة كل سنة نطيبين اولا رمضان كريم ويتعد عليكم ان شاء الله بالخير والبركة و بإذن الله المحاضرة تكون كويسة و المحاضرة للموضوع الازيز و الموضوع ده مهم جدا 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 و مكمل معانا ان شاء الله ان شاء الله بإذن الله لما تاخدوا الحروق في سنة ربعة الموضوع ده من اهم المواضيع في اللي هترمي الحروق والجراحة فبإذن الله يكوننا المحاضرة سهلة و يلا نبدأ فيها موضوعنا النهارده عن المانيوال لينف درينج هنتكلم عن كم حاجة في المحاضرة دي هنقولهم اول حاجة هنعرف ما دقيقين ايه هو اللينفاتيك سيستم ايه هي اللينف اديمة ايه هو المانيوال لينف درينج انت بنستخدمه كإنديكيشن التكنيكس اللي احنا بنستخدمها ايه الحاجات اللي انا باخد بالي منها و انا بعمل الابليكيشن طيب انا دخلة كده عمال اقول طيب انا هتكلم عن المانيوال لينف درينج ده اصلا موضوع بتاع المحاضرة طيب ما انا اعرف اصلا ايه اللينفاتيك سيستم ده الاول ايه اللينفاتيك سيستم اللي هيحصل فيه المشكلة اللي انا هتطر ان انا اعمل بسببها المانيوال لينف درينج طيب ايه هو اللينفاتيك سيستم مبدئيا اللينفاتيك سيستم ده يعني ماشي في ديريكشن واحد تمام وهو ماشي في نفس اتجاه الفينز بتاعت الجسم طيب اللينفاتيك سيستم ده او اللينفاتيك سيستم ده شايلة ايه شايلة جواها اللينف تمام اللينف ده بتودي لسنترال سيركيوليشن واللينف ده وظيفته اميون وفي نفس الوقت هو بيودي بيودي ميا وبيودي نيوتريشن للتشو بيغزي كمان التشو تمام وعندنا على مدارس اللينفاتيك سيستم ده او بطول اللينفاتيك سيستم موجود عندي حاجة اسمها لينف نودز طيب ايه هي اللينف نودز ده اعرفين بالضبط اسم الشرطة مثلا هنا ده اسم شرطة اسم الشرطة ده لو في اي حرامي معدي لو في اي اخناقة موجودة اسم الشرطة ده بيبتدينو يمسك الحرامي ده او يحل المشكلة دي اهي اللينف نودز دي بالضبط بالضبط زيها زي اسم الشرطة موجودة متوزعة على مدار الجسم كله هنلاقي منها في الجيريون في منطقة الاكزيلا عند النك متوزعة على طول الجسم كله علشان تبتدي ان هي تشوف اي مايكروبز اي بكتيريا وتبتدي ان هي تتعاملي معيها طيب طيب اللينف نودز دي تمام هي طيب طبعا هتطلقت اي بكتيريا موجودة عندي او كده طيب طيب ايه هو اللينف ده اصلا ده عبارة عن كلير فلاود هو نفس مكونات الدم بس ملهوش اللون الريد تمام بتاع الدم بيبقى في مواد فيه ان هو بيبتدي ان هو يفايت اي انفكشن او اي بكتيريا موجودة عندي طيب فبيقول لي هو The clear fluid that travels through the lymphatic system and the caries cells that help to fight infections and other diseases في بقى T cells في B cells الكلام ده كله دي خلايا immune system بتبتدي ان هي تحارب لي اي بكتيريا طيب ده كده باختصار شديد جدا عشان نعرف ندخل في الموضوع يعني اي بس اللينفاتيك سيستم طيب طيب ودي صورة لي المبسط بشكل مبسط كده وزي ما احنا شايفين ادي عندنا المنف نودز متوزعة على طول الجسم كله في في الجيريون في في الأجزيال في في النك ودي صورة كده مبسط طيب المنف اديمة المشكلة الاساسية اللي احنا اصلا المنوال لنف درينج معمول عشانها او يعني او المشكلة المينلي المنوال لنف درينج بيتعامل معيها طيب ايه ايه اللينف اديمة طيب 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 عملية المستيكتومي دي بيشيل اللي بريستي تشو وبيشيل كمان معاها اللينف نودز فبالتالي اللي هيتعمل لها عملية البريستي كانسر دي طبعا معرضة جدا ان خلاص انا شلت نقطة الشرطة اللي موجودة بكتيريا بقى تتجمع وبتدي البروتيني تتجمع ويعمل لها لينف اديما فدي طبعا يعني تقريبا ده لازم يحصل لها لينف اديما عشان كده يقولك حتى دايما العينين دول يعني متهزرش معاهم مثلا عند ادراهم لوه يعني اي خبطة بسيطة اي حاجة اي انفكشن هتحصل لها هتعمل لها ايه لينف اديما لان حصل خلل في اللينفاتيك سيستم بتاعها طيب اي هي الستيجيز بتاعت اللينف اديما اللي عندي طيب طبعا عندي ستيجيز بتكون لي اللينف اديما دي يعني هي بتتكون على مراحل طيب زي ما موجود هنا في الصورة عندي اول من اللينف اديما بيبقى زي كده ايه في اللينفاتيك سيستم وما بيبقاش في علامات ولا سيموتومز يعني زي ما احنا شايفين التولينبس وكأنهم طبيعيه بس هو حصل لما مثلا يعملوا تحاليل او لما يشوفوا مثلا هيلاقوا ان فيه شوية خلل في اللينفاتيك سيستم طيب ستيجي تو ان هيبتدي يحصل اكيوميليشن للفليوود وفيه شوية سويليج بدأ يزهر بس ده ايه لسه بيستجيب مثلا لو انا عملت له زي ما هقول دلوقتي اشتغلت معه شوية هيبتدي يستجيب معي طيب ثالث ستيج دخلنا في مرحلة اخطر ان حصل بيرمنانت سويليج يعني على طول السويليج ده موجود ومش يتحل عن طريق الاليفيشن مثلا او كده طيب ستيجي فور دي مش بتاعتنا احنا كعلاك طبيعي دي خلاص دي لازم لازم البيشنت فيها يدخل سيرجري حصل حاجة اسمها زي انفانتايتس او زي دائل فيل كده تده ان اللم نفسه يحصل فيه ديفورمتي والجلد نفسه يحصل له سيكنيج فده مش بتاعنا ده ستيج فور دي مش بتاعتنا طيب احنا عملين نقول من الصبح هنتكلم عن الماني واللمف درينج ده الماني واللمف درينج ده نعتبره كده ايه الجوكر بتاع اللمف اديمة يعني متها وجد اللمف اديمة وجد الماني واللمف درينج طيب الماني واللمف درينج ده عباره عن light gentle massage strokes زي strokes والتكنيك سنقولها دلوقتي اسمها اللي هي الفودر تمام؟ انا عندي اللمفاتيك سيستم البومب بتاعته او قدرته على انه بوين اللمفاتيك فليود اتقصرت تمام؟ وابتدى ان يحصل اكيوميليشن للبروتين يعني اللمفاتيك سيستم اصلا مش قادر ان هو يقوم بوظفته فانا كا فيزيو سيروبست بشتغل بالوظيفة بتاعته دي عن طريق الماني واللمف درينج عن طريق light and gentle massage strokes هبتدي ان انا ارجع اللمب لحالته الطبيعية عن طريق ان انا بنقل من المكان اللي هي موجودة فيه يعني انا كا فيزيو سيروبست بشتغل مكان اللمفاتيك سيستم اللي حصل فيه المشكلة ده هو بيتكون عندنا من ايه؟ اول حاجة خالص medical massage سواء للأفكتد او sound part بعمل مساج على الاتنين على الجزء السليم والجزء الأفكتد ثاني حاجة elevation الاليفيشن مهم ليه؟ علشان انا لازم انا ارفع اللمب في اتجاه الجرافيتي في اسست كده ان الفلاوز يبتدي انهيه ترجع للمكان بتاعه الطبيعي ثالت حاجة compression وده هقوله دلوقتي تبع حاجة كده زي الرباط الضغط او جهاز تاني هقوله اه عشان يبتدي ان هو ايه؟ يعني للي اليديمة دي رقم اربعة muscle contraction الاكسرسايز بقى اللي انا هشتغلها رقم خمسة skin care to avoid infection طبعا انا لازم ان انا حافظ على المكان ده لازم ان انا ارطبه حافظ عليه ان هو يكون dry حافظ على الهيجين عموما بتاع المكان ده علشان ما يركم ليش infection لان ده في عندنا بروتينز وفي عندنا خلايا ميته وفي عندنا يعني ديتشو كتير في المكان ده فبالتاني انا لازم ان انا اهتم بالهيجين بتاعه تمام؟ طيب اخبباني ان الاكسرسايز مهمة جدا 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 لان انا بخلي الاسكليتان muscle تساعدني برضو ان هي تحرك لي lymph fluid عشان تساعد لي circulation دي وابتدي ان هو يرجع لي المن بالنormal size يعني انا برضو الاكسرسايز بتساعدني مع الماني وال lymphed range طيب عندي حاجة اسمها compression bandaging دي حاجة كده بتبقى زي الرباط الضغط تمام؟ بتساعد لي ان هي تحرك لي ال circulation وتخلي ال lymphatic system يعمل filtration اللي الجماعة دي ويستخدم الكلام ده مع elevation الصورة اللي عندي في الاول دي الجهاز اسمه intermittent pneumatic compression ده بيبقى زي جهاز كده بيتلابس في اللينب نفسه هتقضى تفاصيله ان شاء الله في الحروب لان بجهاز مهم جدا في علاج الاديمة و برضو بيساعد لي ان هو يقليلي ايه من اللينب اديمة طيب تاني حاجة عندنا ده اللي هو الرباط الضغط ده زي وزي اللي احنا نشتري مثلا من الصيدلية برضو بيخفف لي من اللينب اديمة دي طيب ايه الانديكيشنز بتاعتي امتى انا بستخدم manual lymph drainage اول حاجة طبعا اللي احنا عميين نتكلم فيه اللي هو اللينب اديمة ولو فيه برضو عيان عنده chronic اديمة لأي سبب معادة الاسباب اللي هقولها دلوقتي او post surgery سويلنج حصله مثلا سويلنج بعد العملية تيجي مثلا انفكشن او حصل اي برضو ممكن تشتغل معي manual lymph drainage ايه او الحاجات اللي انا خلي بالي منها ان انا مشتغلش مع العيان ده manual lymph drainage لان انا كده هبقى بضر العيان اول حاجة الايديمة اللي بسبب العيان اللي عنده الكدني خلاص ما بقيتش قايمة بالوظيفة بدعتها فانا طبعا مش هقدر ان انا اشتغل معي manual lymph drainage لان ده بروتين والكدني اصلا ما عندهش قدر انها تعمل filtration للبروتين طيب التاني حاجة القديمة بسبب ال heart failure ان شاء الله في البطنة باذن الله ال heart failure ده يعني ان الاخر القلب مش قادر ان هو يلبي احتياجات الجسم من ان هو يضخ circulation القلب مش قادر ان هو يضخ circulation او يضخ دمه كافي للجسم فده اللي هو heart failure طبعا انا عندي circulation مش تبقى مساعدني خالص ان انا اعمل manual lymph drainage وهبقى بحمل ايضا على الجسم اكتر فبالتاني انا كده ها ازل عيام مش هفيده طيب تالت حاجة الاديمة اللي بتحصل نتيجة ال burn بعد الحروق فاول يعني تبتدي ان يتكون عندي اديمة الاديمة دي بيكون البيك بتاعها بعد تمقاوي يعني اقصوها بيكون عن 38 ساعة وبيكون الاديمة دي بتبتدي ان يتقل بعد 72 ساعة فانا العيانين الحروق انا ممكن استخدم معاهم intermittent rheumatic compression وممكن استخدم معاها compression bandaging بس ان انا استخدم معاهم الماني والنف الدرينج لا فامش سيساعده اوي فانا ما ينفعش ان انا استخدمه معاين الحروق انا اصلا مفوض ان انا الاديمة دي انا عايزها تفضل موجودة ما ينفعش حتى يقولك يعني ده 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 وقت الكنس ابتداد ان بعد الحروق او كده ما ينفعش ان ايه الناس كانت تجيه الدبوس مثلا وتشيلي الاديمة اللي تكونت دي لا لان المواد اللي بتبقى والاديمة دي بتساعد اصلا ان هي تهيل الالتشو ده وبالتفاصيل ان شاء الله الكلام ده تغضاه في الحروق طيب رقم اربعة الأكيوت انفلاميشن طبعا عيان جايلي في الحالة الأكيوت صعب برضو ان انا استخدم معاه manual lymph drainage رقم خمسة والاخيرة ودي المهمة واناكد عليها كتير جدا دي فينس رومبوزيس عيان عنده مثلا جلطة عنده دي في تي في في اللور لمبو وعرفنا ان هي بنعرف العلامات بتاعتها من اين ان عيان عنده هوتنس وريدنس وسويلين فبالتالي عيان ده انا هسيبه هكلم المماردة ساعتها وتخلي دكتور الكارديولوجي يبص عليه ويشوف المشكلة عنده من ايه ولو طلع عنده دي في تي ساعتها الدكتور بيبتدي ان هو يدي له ايه حقا ان انتي اكا اجل انتو كده مضادات للتقل فانا ماينفعش ان اشتغل معي انا لو اشتغلت معي هحرك الجلطة دي من مكانها من رجله هتروح عند الرئة تعملي حاجة اسمها بالمونر ايمبوليزم وكده العيان هيموت وهبقانا لسبب في وفاة العيان فلا ماينفعش عياني يكون عنده دي فينس رومبوزي اشتغل معي طيب انا بشتغل ميديكال مساج لساوند بورت او الليمب الساليم طيب ليه انا بشتغل ميديكال مساج لساوند بورت طيب اشتغل على افكتد بورت فبيقول لي هنا البربوس اتس تو بروديوز فازو دياليتيشن افكتد بورت تاينتر زي لينفاتيك سيستيم افكتد بورت والستروكس بتاعتى بتكون افيراج يعني ان انا بعمل فازو دياليتيشن في الجزء الساليم ده علشان لما يجي اعمل مساج في الليمب التاني يبتدي ان الفلاود والبروتين الزيادة دي تدخل في الليمب الساليم فبالتالي الليمب الساليم ده اصلا ما عندوش مشكلة يعني ما فيش ما حصلش مثلا مشكلة في الليمفاتيك سيستيم بتاعه او الليمب ماشي فيه بصورة طبعية فهو كمان بيساعدني انا ممكن هشتغل حاجة زي ال افيراج انتو اكيد خطها في الساكاشن ابتدي ان انا اشتغل ايه مساج على المكان ده بحيس انه يعملي فازو دياليتيشن طيب طبعا مين لي هشتغل ميديكا المساج على باشتغل باشتغل الليمفاتيك بوم زي ما انا قلت انا باشتغل مكان الليمفاتيك سيستيم اللي بوز او اللي حصل فيه مشكلة باستخدم احيانا ياما اضغط ياما اضغط ياما ممكن احط ايدي في بوزيشن وما بضغطش تماما وباستخدم الهاند عشان احرك الفليوت ده في الديريكشن بتاع الليمفاتيك فلو يعني ان انا زي ما انا قلت انا احركه ايه هشتغل انا مكان الليمفاتيك فلو اللي مششغل ده بعد كده افتر بيشور فيز زي سيرابيست بيجين ريلاكسيشن فيز يعني انا باضغط شوية وبعد كده ايه بريلاكس شوية تمام عن طريق ان انا بمانتين المانيوال كونتاكت مع السكن وما بطبقاش بريشور يعني انا احيانا بطبق بريشور واحيانا بحط ايدي في المكان ده ببوزيشن معين بس من غير بريشور طيب التكنيكس اللي عندي عندي اربعة تكنيك مهمين جدا 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 ان احنا نعرفهم الستشنري سيركلز البومب تكنيك الروتاري تكنيك السكوب تكنيك اول واحد الاستشنري سيركلز زي ما موجود في الصورة ده ممكن استخدمه على الليمبس ممكن استخدمه في المنطقة بتاعة الأجزلة تمام هيساعدني بردو وزي ما منوضح كده في الصورة وبردو انا هبعد فيديوز للتكنيكس دي توضحها اكتر وبردو هتاخدو الكلام ده ان شاء الله في السكيشن طيب البومب تكنيك وده غالبا بنستخدمه على الليمبس عشان هو اصلا التكنيك نفسه لما تشوفه ان شاء الله في الفيديو يعني صعب جدا ان اطبعه على مكان تاني غير الليمبس طيب الروتاري ده بيبقى تكنيك كده فيه زي رولنج شوية ممكن استخدمه على الليمبس ممكن استخدمه على منطقة زي الباك ممكن استخدمه على الليمبس عشان صعب جدا ان انا استخدمه على اي مكان تاني في الجسم برضو عشان التكنيك نفسه زي ما هنشوف في الفيديو طيب اخر حاجة خالص ايه الحاجات اللي انا بخلي بالي منها وانا بشتغل الوودرس تكنيك دي اول حاجة خالص البيشنت المفود نوى يكون في comfortable and relaxed position انا عايزة البيشنت ده ما يكونش مثلا يعني tension او ما يكونش في اي حاجة لا بحطه في comfortable position عشان هو حتى يساعدني عشان هو ما يقدر نوى يتعاون معي يعني الكوبريشن بتاع العيان ده مهم جدا جدا بالنسبة لنا احنا كفايزيو سيروبست تاني حاجة The edematas part should be elevated as much as possible ال elevation زي ما انا قلت مهم جدا جدا لان انا ايه بخلي gravity force تساعدني ان في lymphatic drench رقم 3 sufficient lubricant can be used to allow smooth application يعني ان انا بحط زي ايمولنت او زي مادة مرتبة مثلا ممكن gel ممكن cream ايه ممكن lotion ايه عشان تساعد ايه حركة ايدي انها تتحرك بشكل smooth رقم 4 انا بشتغل بشكل بطيء بشكل بطيء يعني مش بطيء يعني ان انا ما بشتغلش مثلا بشكل سريع اوي وبشتغل ايه بشكل في كون ريزم تمام طيب رقم 5 اللي يوريشن بتاعتي من 15 ل 30 منت يعني بشتغل ربع ساعة مصف ساعة المثل متحوق جميع مصف ساعة اذا هو الوظم انا بطبع الابدومني او الابدومن او الابدومن او الابدومن او بشكل مثل الوظم المهي على اسه على اسه الامر ثم ان يستعمل يمكن أن يكون حالة البيجنط لا تستعمل ربع ساعة هناك البيجنط لا أقدر أن أكمل معي رقم 6 بطدي التريدمنت بتاعي من البروكسيمال للديستل في الديريكشن بتاعي البيناس ريتل طيب لقد عملت المانيوالليم في الدريدج و فضيت هذا المكان من الديمه لا أريد أن أحافظ على هذا المكان لأنه لا يرجع لي تكون للم في اديمه فأبدأ أن أستخدم الكمبريشن بنداج وهي مثل رباط الضغط لكي أمنع أن يزود لي الانترا سيوري ثروت و أمانتين الصيز بتاع الليم بحيث أن لما أشتغل مع المرة الجاية لا يوجد شغلي دواع في الأرض لا أبدأ أن أحافظ على الكنتور المكان أبتزي أن ألفه يعني ألف المكان ده عشان أزود على التشو أو أزود الضغط على المكان ده طيب سريعا كده إحنا تكلمنا عن إيه في المحاضرة دي تمام إحنا تكلمنا مبدايا كده قلنا فكرة عامة عن الليمفاتيك سيستم تمام قلنا هو بيتكون من إيه و قلنا إن هو وظيفته له وظيفة إنيون تمام غير و قلنا إن الليمفاتيك سيستم يعني هو بيشتغل في نفس الديريكشن بتاع في نفس الديريكشن بتاع وقلنا اللينف ده بيبقى سائل بيبقى فيه خلايا مناعية تمام بتبتدي ان هي تحريب لي اي ديتشو موجودة عندي تمام بعد كده قلنا اللينف اديما بتبقى عبارة عن تجمع بروتينز في الانترستيتي التشو بسبب ان انا مثلا شلت اللينف نودز بسبب ان حصل اي اوبستروكشن في اللينفاتيك سيستم بسبب ان انا مثلا اللينفاتيك سيستم ما بقايش اين بالوظيفة بتاعته بشكل كويس تمام طيب بعد كده اتكلمنا عن المانيوان لينف درينش وقلنا نوع عبارة عن جنتل لايت مساج اه بقلنا ان هو جوكر بتاع علاج اللينف اديما تمام بعد كده قلنا ان احنا بنستخدم المانيوان لينف درينش بيكون عبارة عن ان انا بعمل مساج للأفكتب بورد والساوند بورد وقلنا ان انا بشتغل على الساوند بورد بسبب ان انا عايزة يحصل فازو ديليتيشن عشان هو كمان يساعد لي ان اللينفاتيك في له يشتغل كويس او ان هو ايه يدخل جزء من يعني وانا شغالة في التكنيك مسلا على اللينب التاني يدخل جزء من البروتين ده في اللينب السليم عشان اللينب السليم طبعا ما فيش فيه مشكلة تمام وقلنا ان احنا بنستخدم كمان الاليفيشن عشان الفورس بتاعت الجرافتي وطبعا الكمبريشن زي ما انا وردتكو كده حاجة زي الجهاز الضغط او ممكن الجهاز التاني اللي هو الانترميتانت نيوماتيك كمبريشن تمام بعد كده اتكلمنا عن الانديكيشن طبعا اللينف اديما طبعا اديما البعد السيرجري اه طبعا اه اه لو الشخص ده عنديه اديما طبعا قلنا ماينفعش ان احنا نستخدم المانأجل ايان ايان الرينا والهارت فيلار او او ايانين بعد الحروق او الدي في تي تمام قلنا اربعة تكنيكس مهمين جدا اللي هما الفودور تكنيك اي كود روتاري والستيشنري سيركلز والبومب تكنيك والسكوب تكنيك اه اه تمام دول هما الفودور تكنيكيك والتكنيكس دي مهمة جدا تمام وقريكو صور لي وحفت فيديوهات كمان ان شاء الله في الواقع بعد كده قلنا على الحاجات اللي احنا نقلي بالنا منها و احنا شغالين لازم العين يكون ريلاكسد لازم ان انا حافظ على الاليفيشن واستقدم امولنت او زي مرطب وبرضو ان انا اشتغل او يعني اشتغل في ديوريشن من 15 ل 30 منت تمام على حسب بقى كل بيشنن الصعيز بتاع الاريا على حسب سرعتي وانا مشيا على حسب برضو عمر العيان والحالة بتاعتو وابدأ بالبروكسيمال بارد في الديوريشن بتاع الفينو سيرتين وقلنا الكمبريشن مهم جدا جدا بعد ما انا اشتغلت ان انا حافظ على ايه الكنتور بتاع المكان ده بحيث ان هو ايه الايديمة دي ما ترجعليش تاني تمام بس دي كده محاضرة النهاردة تمام ان شاء الله تكون المحاضرة سهلة وان شاء الله تكون باذن الله مفهومة والموضوع ده مهم جدا 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 ونركز فيه جدا في طبيق الساكاشن لان باذن الله الموضوع ده ينفعنا جدا في سنة 4 في تلمي الحروب والجراحة وان شاء الله تكونوا استفدتوا وان شاء الله تكون المحاضرة باذن الله فادتكم وكل سنة طيبين مرة تانية واشوفكم في فيديو ستانية ان شاء الله